السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زارع هين ملوخية إذا بدك الملوخية الورقة تكبر عندك ونموه النبت يصير سريع أنا أنصحك أنك تضيف للتربة سماد عضوي قبل الزراعة وبس تكبر النبت وتصير بهذا الحجم لازم تسقيه بمية السماد العضوي شنه هو السماد العضوي؟ يعني مخلفات المواشي مثل الأبقار، الماعز، الغنم أو الطيور هاي المخلفات إحنا بإمكان نحطها بقلب برميل مي ونتركها تتخمر لمدة يوم أو يومين تقريبا وبعدين كل ثلاث أيام أو كل اسبوع لازم نسقي الملوخية حتى الورقة تصير خضرة وتكبر النبت بأسرع وقت ممكن بشكل طبيعي بدون أي أسمدة كيماوية هاي أفضل طريقة حتى تكبر عندك ورقة الملوخية والنبت تكبر متعجز الملوخية تنزرع من خلال البذور ممكن نزرعها من بعد شهر أربعة يعني شهر أربعة، شهر خمسة، شهر ستة، شهر سبعة بهذا الوقت نقدر نزرع بدور الملوخية وأهم خطوة بزراعة بدور الملوخية لازم أول ما نزرع البذور ما نكثر من البذور لأن لو كثرنا من البذور رح تطلع النباتات فوق بعضها ورح تأخذ الغذاء من أمام بعضها وبهاي الحالة النبتة بدها تتغزم وبدها تصفر أوراقها وما رح تكبر وبدها تزهر وتعجز على بكير لذلك أخوتي أهم خطوة أنه ما نكثر من البذور إذا اضطرنا أو أخطائنا وكثرنا من البذور شنو لازم نعمل؟ لازم نفرد النبتة بهذا الشكل يعني نقلع النباتات الزايدة ونترك بين النبتة والنبتة تقريبا ثلاث سنطي أو خمس سنطي بهذا الشكل الملوخية من أفضل النباتات حول العالم لأن سلعة مباعة تجارية وبنفس الوقت زراعتها سهلة وبنفس الوقت بكثير من المتابعين يقولون النبتة الوحيدة اللي أزرعها وما تنجح معاي هي نبتة الملوخية وأهم أسباب أنه ما تنجح معاهم نبتة الملوخية يكثرون من البذور أو أول ما تنب تعدهم النبتة يكثرون من السقاي وبهاي الحالة النبتة أوراقها تصفر ويتوقف نموها راح أشوفكم أنا شون عمسقي نبتة الملوخية حتى تكبر عندي هذا هو البرميل مثل ما لكم شايفين أخوتي هذا البرميل أنا حاطت به كيس سماد عضوي بهذا الشكل خمرته لمدة ثلاث أيام تقريبا وبعدين أضفت فوقيته المي بهذا الشكل هاي هي المي النظيفة أخوتي مثل ما لكم شايفين مضافة للبرميل وهذا النبريش الثاني عم نأخذ منه نسقي النبتة مثل ما راح أشوفكم مثل ما لكم شايفين أخوتي المي صفر بهذا الشكل لأنه خمرنا السماد العضوي وأنا ضايف على البرميل مي نظيفة بقدر ما لي ما أخذ منه مشان الضل عندنا العملية شغالة بهذا الشكل شكرا لكم